اشتركوا في القناة ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني فطلقها زيد ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المراد من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها ابطال عادة التبني والقضاء على هذه العادة الجاهلية مكثت زينب رضي الله عنها عند زيد بن حارثة رضي الله عنه قرابة سنة ثم طلقها فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب هو الله سبحانه وتعالى فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إذن قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات رواه البخاري أولم النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل بزينب بنت جحش رضي الله عنها قال أنس رضي الله عنه أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما رواه البخاري شكرا